فرقة بيراميز تلعب كرة كويسة خلينا حنقنيين يعني نتكلم بالحق هم بيلعبوا كرة جيدة أفضل فرقتين الموسم ده النادي الأهلي وبيراميز عندهم دوافع كتير ليه عندهم هم دوافع كبيرة لأن هم نفسهم ياخدوا بطولة يعني نادي بيراميز بيصرف مصير كتير جدا 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 ونفسه حقق بطولة من ساعة ما تواجد لو بالاسم القديم لو تفتكروا كان القسيوتي لحد النهاردة ما خدش بطولة برغم الموارد المالية والإمكانيات المادية الكبيرة جدا 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 والمصاريف اللي بتصير فعنده دوافع كبير جدا السنة دي الانتصارات كتير انتصارات شغالة قرب وبقاله على القمة فترة لغياب النادي الأهلي حقق انتصارات متتالية في الفترة الأخيرة فابتدى يحس ان البطولة قربت منه فعنده دوافع كبيرة جدا جدا عشان يحرز أول بطولة من ساعة ما طلع للدوري الممتاز عنده عناصر جيدة من اللاعبين عنده عناصر جيدة من اللاعبين بيقدم أداء طيب في الفترة الأخيرة بيقدم أداء طيب في الفترة الأخيرة آخر مبارياته حقق فوس كبير على نادي الاتحاد سكنداري أربعة سفر لكن الوضع حيختلف خلي بالحضراتكم الوضع حيختلف مع احترامي الجميع الأندية لما يجي بيرامدز يلعب النادي الأهلي لا الفكر بيختلف فكر المدير الفني وفكر اللاعيبة فكر المدير الفني وفكر اللاعيبة هو مش هيلعب النادي الأهلي زي ما بلعب أي فريق انت بتلعب بطل أفريقيا بتلعب بطل أفريقيا بتلعب بطل عرب بتلعب فرقة في حتة تانية خالص تنظيم وإدارة وبطولات وتاريخ كل ده بينصب في صالح النادي الأهلي فلما يجي يلعب قدام النادي الأهلي لا لها فلسفة خاصة هل تفكر ان الراجل المدير الفني الكرواتي هيلعب جيم مفتوح يعني اشكف دي شوية هيقفل الجيم ممكن يقفل الجيم ممكن يلعب جيم مفتوح على فترات وفيه حرص شوية وفيه اتزان شوية طب ميستر كولر هيعمل كده ممكن ميستر كولر هيعمل كده ممكن البداية ما تكونش زي البداية الطبيعية النادي الأهلي انه كل ماتش ينزل يضغط من بداية المباراة ممكن وممكن العكس تماما هتشوف مباراة خارج أرض الملعب على الخطوط ما بين المدير الفني ميستر كولر والمدير الفني لبيراميز مباراة زي المباراة اللي جوه الملعب أكيد الماتشات اللي زي دي وانا كنت متعمد ان انا اتكلم في النقطة دي الماتشات اللي زي دي محتاجة تحضير نفسي خاص محتاجة تحضير نفسي خاص وخصوصا لبعض اللاعبين حنشوف النهاردة مواجهات سنائية كتير في الملعب حنشوف مواجهات سنائية كتير في الملعب ماتش النهاردة محتاج هدوء ما تفقدش عصابك أبدا بالعكس بالعكس انا اللي كفتي أعلى كنادي أهلي انا بتكلم على النادي الأهلي انا كفتي أعلى أنا الأهدأ أعصابا علي أضغط الفترة الأخيرة بس أنا أنا البطل أنا البطل مطالب إننا نكسب آه عندي الإمكانيات إننا نكسب وعندي عوامل كتير أولها أول العوامل الجمهور والمنظومة وطبعا قبل كل ده توفيق ربنا قبل كل ده توفيق ربنا وانزل أعمل اللي علي بس نما محتاج هدوء محتاج تركيز محتاج أرجز في الماتش بس بعض اللعيبة أو كل اللعيبة النهاردة المفروض محدش يستفزني في الملعب محدش يستفزني في الملعب أنا مركز في حاجة واحدة بس في تحضير نفسي أكيد لبعض اللعيبة قبل ماتش النهاردة أنا متأكد مليون المية إن حصل تحضير نفسي لمجموعة كبيرة من لعبي محدش يستفزك داخل الملعب تفكر في المباراة بس تفكر في حاجة واحدة المكسب لقدر الله لو مجاش المكسب بفكر فيه لعيبة عندها خبرات في الملعب لعيبة النادي اللعلي عندها خبرات كتير جدا في الملعب أفكر إن لو مكسبتش مخسرش لو مكسبتش مخسرش ده مبدأ خصوصا لما بتلاعب نادي منافس معك اشترك في القناة